إذن يجتمع قادة وممثل الدول العربية بعد ثلاثة أعوام في قمة يمكن وصفها بالاستثنائية لكن الأزمات الدولية المحيطة فيها تفرض ثقلها على جندة المجتمعين فما أبرزها؟ نبدأ من أزمة أوكرانيا حيث يراقب العالم تطورات التصعيد العسكري هناك مع تزايد المخاوف من أي مواجهة نووية غير محسوبة في السياق حافظ الدول العربية على موقف محايد إلى قدر كبير من الأزمة في بريل الماضي قادة وزراء الخارجية العرب وساطة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الجامعة العربية لتعزيز ودعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة لكن تلك الجهود لم تثمر أي نتائج عملية وبعيدا عن الأمن والسياسة تعاني الدول العربية كغيرها من باقي دول العالم من التبعات الاقتصادية والمعيشية لأزمة أوكرانيا بسبب ما خلفته من تباطئ اقتصادي والطراب في الأسواق وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وأسعارها في الانتقال إلى ملف آخر يشهد العالم اصطفافا في سياق تدهور العلاقات بين الصين والغرب تحديدا الولايات المتحدة بشأن تايوان وسيشكل أي تصعيد في هذا المجال أزمة جديدة ستجد المنطقة العربية نفسها ملزمة على التعاطي معها كما يعد التوتر بين إيران من جهة والغرب وإسرائيل من جهة ثانية بسبب الملف النووي قضية استراتيجية للمنطقة مع تهديد إسرائيل بالتحرك لوقف برنامج إيران النووي وتلويح الأخيرة بالرد في سياق مختلف أثبت انتشار فيروس كورونا أن غالبية دول العالم بينها دول في المنطقة لم تكن جاهزة للتعامل مع تلك الأزمة ومع دخول إجراءات التعافي من الفيروس حيز التنفيذ سيتعين وضع استراتيجيات استجابة لأي وباء مستقبلي من بين الأزمات أيضا يواجه مها 41 مليون شخص في العالم العربي خطر انعدام الأمن الغذائي وفق المنظمات الدولية لذلك يكتسب اعتماد مبادرة الأمن الغذائي العربي للعوام العشرة المقبلة أهمية قصوى تقتضي هذه التحديات تضامنا عربيا إجراءات مشتركة في الحد الأدنى منها فهل تنبي قمة الجزائر هذا النداء؟